من جهتي أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكرية أن مملكة البحرين تواصل تقديم أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة للحالات القائمة لفيروس كورونا لحمايتهم من خطر تداعيتهم الصحية نحن بدأنا من فترة بالتجارب على أحد أنواع الأجسام المضادة ودخلنا تقريباً 300 فرد من مجتمع البحرين اللي فعلاً أثبتت مدى فعالية هذه الأنواع الأجسام المضادة من ناحية تقليل دخولهم إلى مراكز العلاج رقم واحد وتخفيف حدة العراض لوجهة العراض وتقليل من نسبة الوفيات وهذا اللي شجعنا في أن نبحث على آخر المستددات في البروتوكول العلاجي وهو علاج جديد دولة البحرين من أواء الدول اللي استثمرت في وجوده اللي هو الستروفيمان باختصار هو عبارة على دواء يحقن عن طريق الوريد هو تقديم الأجسام المضادة المصنعة في المختبرات يعني إذا اللقاح يكون لنا أجسام مضادة هذه أجسام مضادة جاهزة تعطي للشخص الفرق ما بين اللقاح وما بين هذا النوع من العلاج أن اللقاح نحتاج ما يقل عن عشر تيام إلى أربعة عشر يوم علشان الجسم يكون الأجسام مضادة فإذا شخص كان مصيب فاللقاح لن يكون يعني واقلة ولكن نحتاج في تسريع عملية وجود هذا الأجسام مضادة فأتى هذا النوع كنوع سريع كأن نوع من العلاج يتدخل بسرعة في جسم الإنسان ويمنع من التساق الفيروس في أنسجة جسم الإنسان لأن التساق الفيروس معناه تتكاثر في جسم الإنسان انتشاره وبالتالي يؤدي إلى انتشار الفيروس إلى جسم الإنسان وينهك الجسم ويحتاج إلى تخال إلى مراكز العلاج ولو قدر الله بعدين إلى عمق وصوات اشتركوا في القناة